يا سيدة لازم نعرف ان الاختلافات ما بين الناس اللي بيقدروا يدوروها ويدوروها ويتحول ده بحوار راقي بيكون الجواز اشد سمودا وولادهم بيكونوا اكثر اتزانا وعشان كده انا اقول لكم شوية مفاتيح واقول لكم على اهم تحديين ازاي نتعامل معه عندنا خمس مفاتيح مهمة جدا جدا تساعدنا في الجواز قوي وانا عملت لكم كده بطريقة ممكن تحفظوها المفتاح الاول الحوار الحوار يطفئ النار ويخرج من القلوب الجمال والانوار حوار الحوار زي ما كنا بنتكلم عنه مبارح لازم يبقى في حوار حوار ده ركن من اركان البيت الحاجة التانية الاستثمار كل واحد فينا يستثمر الحاجات الحلوة اللي في التاني يبقى اول حاجة الحوار تاني حاجة الاستثمار تالت حاجة الاستبشار البيت اللي مفووش تفاؤل ومليان بالكآبة ده ببيت بيدمر الحياة الزوجية يبقى الحوار الاستثمار الاستثمار للحاجات الحلوة اللي فينا تالت حاجة الاستبشار نكون عندنا تفاؤل عندنا أمل النكد ما بيجيبش خير ظلمة تالت حاجة رابع حاجة الاعتذار اللي يغلط يعتذر الاعتذار ده بيطف في تلت اربع الأوجاع بس لازم الاعتذار يكون بدري ما نتأخرش لازم نتوب والاعتذار في البيوت زي التوبة من الذنوب الله سبحانه وتعالى إذا تبى الإنسان عفي عنه وقد يصل الحال زي ما الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين يبدلوا الله سيئاتهم حسنات في بعض الاحيان الاعتذار بيخلي الزوج أو الزوجة اللي اعتذرت عن الخطأ كأنه عمل حاجة جميلة لأنه بيفتكروا الاعتذار بيفتكروا أنه جبر خطر آخر حاجة ورقم خمسة الاستمرار في كل حاجة بنعملها عشان يبقى الاستمرار ده بيخلى عندنا حاجات رائعة ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وام يقول إيه وكأنه بيرسمننا القصة كلها يقول يا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام مهم خير العمل أدوامه وإنقل وحضرة النبي علمنا أنه بيننا وبين أهلنا لازم يكون في خير خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي فإذا إذا كنت عايزة عيش بالخير بقى بس بيجي في سؤال مهم بقى عن سنة أولى جواز هو إحنا فاهمين بعض ولا لأ لازم الرجال يعرفوا أن الستات في سنة أولى جواز دخلة بحماس منقطع النظير وعندهم سقف توقعات عالي قوي وعشان كده هي سهل أن هي تتصدم والراجل في نفس الوقت عايز ينجز عنده ديون عليه فهو عايز ينجز وعايز البيت يستقر بدري فلما هي تيجي تقوله نتكلم ونتفاهم مع بعض ويرفض هو لأنه مشغول هي مش صبر على أنه لأن توقعاتها قاعدة بتتكسر كل يوم توقعاتها بتتكسر وهو مش صبر على أنه ينجز والبيت يستقر وهيهدي شوية كده خلينا نفهم ما تجيش تقوليلي أنت مش حاسس بي مش حاسس بي خليني دلوقتي أنا حاسس بالمشكلة اللي احنا فيها عايزين نسدد ديوننا وزيك سنقول يا جواز ممكن نلخص مشاكلها في حاجتين الخلاف على القيادة زي ما قلنا والخلاف على مين المعيار تعالوا نقول أن الخلاف على القيادة ممكن نحله نحله إزاي أن اللي يقود في الاتنين احنا دلوقتي ما نتكلمش ما تدخلنش على خط القوامة ايه واعتعمل كده لما أجي أكلمك الرجال وقوامونا على النساء بي ايه بي ما أنفقهم بس خلي بنا أقول لك حاجة مهمة قوي أن القوامة هنا القائم والقيم معناه الراعي والمسؤول الراعي والمسؤول يعني ايه وظفتك أن أنت تحمي رجعوا السبع الصفات اللي احنا قلناها بقى أن أنت الساعي الحاني ايه اللي حاصل المساند أنت هو ده هو ده القوام مش القوام اللي هو يرن يرمي الحاجة يسمع رنتها أو يقول الكلمة ما تتردش أو أنه هو يسكت الناس أو يخليهم يحملهم على المشقة مش هو ده مش هيدي القوامة القوامة الفعلية زي ما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمني حضرة النبي السيدة عائشة تقول وارأسها يقول لها بل أنا وارأسها عائشة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يجيب سيدنا أو بكر عشان يفصل بينه وبين سيدها عائشة فهي تحب وتدوب فيه لأنها حاسة أنها في أمان معاه بيابي وأمي صلى الله عليه وسلم مين بقى اللي يقود في موقف كده هتلاقي السيدة هي الشطرة هي اللي بتعمل ايه هي اللي بتقدر تتدخر وموقف الرجل هو اللي لازم يقود لأن فيه تعامل مع ناس مختلفين ومشاكل كتيرة فزوجه ومزاك الست إيه اللي حاصل بس أنا عايز أقول بمناسبة القيادة بلاش تقع في الفخ ده أنا بكلم الرجال بكل وضوح بلاش تقع في الفخ ده فخ إيه أنا ما عنديش مشكلة الرجل يقود أنا مسلمان أنه هو يقود إيه وعد فخ لأنها باية اللعبارة إيه أنا ما عنديش مشاكل أنه هو يقود بس لم ياخد رأي فتخليك أنت منتبه إحنا عندنا بقى اللي يقود اللي عنده فيه ثلاث صفات اللي عنده طبوح فياخدنا لقدام اللي عنده تغاضي ما يقفش على الوحدة عشان ده يوقف في الدنيا الحاجة التالتة إنه هو يكون عنده أمل فسيح عنده رؤية واسعة ده اللي يقود يبقى عنده طموح ورؤية واسعة ويه تاني وبيه تغاضى غير كده مش هينفع حد يقود طيب نعمل إيه في مشكلة المعيار المعيار اللي ينفع يبقى الزوج ولا الزوج لكن المعيار يبقى إيه القيم هي اللي تبقى المعيار تلت قيم بقول لكم عليهم دول هما اللي يبقوا المعيار الرحمة والخير والجمال عناعمل الحاجة اللي تربيتي عليها ولا الحاجة اللي تربيت عليها لا الحاجة اللي هي أكتر رحمة وأكتر خير وأكتر جمال ده حاجة مريحة قوي طيب إذا عملنا الكلام ده تحديات سنقولها جواز عتخف ويبقى عندنا شوية راحة طيب ومن نسبة مما سألت تدخل الاهل فعندنا مفهوم لازم نقوله بر الولدين ملوش دعوة بحياة الأسرية لكن الحقيقة أن بر الولدين يختص بالولدين فما يجيش أبوي يقولي اعمل الكلام ده ويكون وراه عشان تبرني ما يخلنيش أكسر بخاطر زوجتي عشان أبر ملعاش دعوة بالبر دي على فكرة بر الولدين فيما يخصهم إلي أنا ساعتهم أخليهم مرتاحين ما يتضيقوش لكن لما يدخلوا في أسرتي لا مش ده من بر الولدين لا طب نعمل إيه عشان نتجاوز بقى مشكلات سنقولة جواز عنصر أساس الحوار لازم نتكلم مع بعض نصف ساعة عن المستقبل والسعادة كل يوم لا قاطع ولا ممنوع خالص حتى لو ما اضطرت قوة التوكلاب طب ليه؟ لأن الحوار ده بشهادة الكل إيه هو؟ الحوار نوع من أنواع التأمين نوع من أنواع الأنس نوع من أنواع الاستصاق بالنساء خيراً أن أنت تسمعه وأنها تسمعك عشان هي الحوار ده اللي بيخليك تشعر بمعنى إيه؟ أن أنت لباس لها وهي لباس لك إزاي أنتوا كل واحد فيكم سيابة على التاني لأن إذا ما حصلش الحوار ده الناس بتتعرق أسرارها برا البيوت أقول لكم حاجة دايماً دايماً إن الراجل يقول للست ده خرجت أسرار البيت وهي تقول ده خرج أسرار البيت عارفين ليه؟ عشان أنتم ما بتتحوروش مع بعض فاتقوا الله في أسرار البيوت وتحوروا مع بعض عشان تحفظوا أسرار البيوت الحاجة التانية كلموا بعض وأنتوا أصدقكم أن أنتوا ومن غير خوف كلموا بعض عشان تتعرفوا على بعض الحاجة التانية لازم يبقى عندنا قناعة أن الجواز مليان نضوج الجواز مش مرحلة واحدة إحنا بننضج مع بعض الجواز ده مولود جديد محتاج أن إحنا نرعاه ويبقى فيه رضاع وفيه عناية وعشان كده ادوا لنفسكم فرصة أن بعض الحاجات اللي كنتوا بتعملوها في الخطوبة تستمر فخرجوا مع بعض مرة كل يوم مرة كل أسبوع وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأخذ زوجاته ويسافروا معاه كل ما لا يحصل كل ما فيه حاجات كتيرة عادوا بينكم حاجة مهمة كمان عبروا عن حبكم كل يوم عارفين الصلاوات الخمسة؟ على أل عبروا البعض عن حبكم خمس مرات في اليوم في حاجة مهمة أوي في سنة أولى جواز حاولوا كل واحد فيكم يراد التني بسرعة وخلوا العلاقة الخاصة اللي بينكم منتظمة لأنه ما حصلش ده هتبقى فيه مشكلة كبيرة وآخر حاجة بنصحكم بها أول ما تلاقوا المشاكل التفاقمت روحوا واسألوا خبير روحوا استشيروا واسألوا خبير للمشاكل التتفاقم بس ما تسألوش حد ما يعرفش حاجة عن كيف يخرج الناس من أزماتهم ومشكلاتكم إذا عملنا ده أظن إن سنقولها جوازها تطلع بشكل كويس وإن شاء الله ربنا يبارك لنا في حياتنا الأسرية ويجعلنا دايما في سعادة وفي توافق ويجعل حياتنا دائما مليئة بالبركة ونكون في حسن من أنوار الله عن كل المشكلات الزوجية